نتيجة إلى الملف الروسي حيث علنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفات استراتيجية للقوات القوية الروسية والقوات القوية الصينية قامت بتسيير دوريات مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة قوية تتألف من حاملاء صواريخ استراتيجية روسية وصينية قامت بدوريات قوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي مشيرة إلى أن مدة هذه الدوريات وصلت إلى ثمان ساعات الوزارة قالت أن الدوريات القوية المشتركة ما بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست موجهة ضد دول ثالثة وأضافت الدفاع الروسي في البيان أن طائرات القوات القوية الروسية هبطت لأول مرة في مطار صيني وهبط طائرة صينية في مطار على أراضي روسيا ومعنا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك حسين بعد تحية إذن هي تدريبات قوية مشتركة ما بين الصين وروسيا هل لك أن تضعنا في مزيد التفاصيل حول ما أعلنت وزارة الدفاع الروسي عن هذه المناورات وعن أيضا الأهداف لهذه المناورات نعم حسيني بعد التحية بالفعل قامت اليوم القوات الروسية والقوات الصينية بدوريات مشتركة جوية حيث للمرة الأولى تهبط طائرات روسية في أحد المطارات الصينية وأيضا بالعكس هبطت طائرات صينية في مطار بروسيا الدفاع الروسية أكدت على أن الدورية الروسية الصينية المشتركة لم تخترك أي أجواء لأي دولة أخرى وهذه الدورية ليست ضد أي دولة من دول العالم ليست ضد أحد هي دورية مشتركة هذا الأمر هو أمر طبيعي يأتي ضمن العلاقات والتعاون العسكري بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي الروسي الصيني بطبيعة الحال الخبراء هنا يتحدثون عن أن ما قامت به اليوم القوات الروسية والقوات الصينية هو رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة وإلى الغرب وخصوصا في ظل النزاع الحالي بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية على الأراضي الأوكرانية فالدورية المشتركة صباح هذا اليوم في آسيا والمحيط الهادئ هي رسالة لواشنطن وأيضا للغرب على أن روسيا والصين لديهم علاقات وتعاون عسكري وهذه الدول بدأت تشكل أقطاب جديدة على الساحة الدولية وزمن القطب الواحد قد وله أي الزمن الأمريكي أو القطب الأمريكي قد وله وهنا بالمناسبة الرئيس فلاديمير بوتين وأيضا وزير الخارجية سيرجيلي فروف في جميع المناسبات يتحدثون عن تعددية الأقطاب وأن تاريخ الرابع والعشر من فبراير أي تاريخ بداية العملية العسكرية ساعد بتسريع ظهور تعددية الأقطاب على الساحة الدولية روسيا تريد الآن بعدم وجود قطب واحد وهو القطب الأمريكي روسيا تريد بتتحالف مع الدول الأسيوية والدولة الصينية من أجل إنشاء عالم متعدد الأقطاب وليس عالم ذات قطب واحد ترجمة نانسي قنقر